سلام سلام في الحلقة الأخيرة أو النهاية هذه السلسلة التي يحشون معي هذه الأيال دعونا نقول باسم الله يلا لنبدأ دعونا نعفش يا قوت خرجت و لم يكن لديه داحتة لكي تشد طاكسي لكي تستطيع المشي للدار كانت تقول لكي انا ودرت ولدي في قفيفة دياله وركبت في الطباس وبدأت حياته اخرى اقسم بالله اذا بعد عشرين يوم من الولادة حتى تولدي عند واحد المرأة اخر ما كان ختم كانت تفهمت مع تلك المرأة كي تبقى تشد لي ونتظر ان تنخدم لكي لا يجب من يحبني ولا يقول لكي حتى تبراي عندي غير الله انت تنخدمت وبدأت أن تنخلص تراتي و المصاريف جلي و المصاريف ديال والدي لتالي من بعد الولادة حاولت باش أنني نتواصل مع سامي للأب ديال والدي باش أنه نحاول نقنعه بشأنه خاصة يحط والد في اسمه ارجعت دويت معه في التلفون و ذاك الوقت لأم دياله في البلاد الاخرى والتي كانت مريضة توفات عطيت لي باش انا نعزيه وفي نفس الوقت باش نقول لي شنو كاين رقيته باللي انا وحتى هو بغي يهدر معايا عالما باللي انا وقاع الخطوات اللي كنت كندوز منهم كنت كنشاركهم معاه وما كانش كي يجاوبني ولكن كنت يشوفني ودي كنت كنصفت له التورات جلو ولكن دائما كنت نغطى لي وجهه باش نخليلي هيدك تشويق انه يشوفه المهم اهدرت معاه في التليفون وقعته باللي انا متقبل الفكرة باللي انا بغي يجي دوي معايا سيأتي عندي للدار اللي كنت نشاركها مع واحد السيدة لانه الدار اللي شده هو وليا وخلاها اليا من بعد كانت كنت تجيني غالية فاضطر ريس انا نقلب على اقل حيث وليت كنخلص على ولدي شكو اللي اي شده ليا جاء عندي للدار وهز الولد في الدو وولدي كانت عنده واحد تحيمة في نفس البلاسة ديالبار قينات نظر مجموعين وقيت لي بللي انه خليتيني وانا تكرفصت وتعدبت ووصلت حتى الموت وعمرك ما سولتي فيها وما وقفتش حتى بجنبي وانا دابا صعيب علي ينسامح لك سامي ولكن محتاجة باش انه ولدي يكون معاك يكون مع ابباه اللي يعطي اسميته ويتهله فيه من بعد قال يا يا قوتا نظره في قبيحة ولدابا ما زال ما ريقلش الامور ديالي مع القورية وانا مرقدرش نفرط في ولدي ولا حتى فيك لكشي باش اذا بغتي غادي نرجع دابا مجموعين ولكن كيف قبل مخبعين ومستورين قلت لي سامي باش نرجع معاك كيف قبل ما نقدرش ولكن على علاقة بالولدي غالي نحاول ولكن على الاقل تكتب الولد باسميتك المهم رجع ناشي شوية كان هادروه ماشي بحال الاول ولكن المهم مره مره فين كانت يعطني شي حاجة كنصرف بها على ولده وصافي حسيت بيبلي انه بحيله جاي رجع يدوي معايا غير على قبلي بمعنى على وديت الرغبة دياله وماشي علاقة بالولده المهم ما كاش يخرج معايا ولا يبان حيث كان مخبي لانه يحصل درجة انه وجدتني واحد لخدمة خارج العاصمة بعيدة ودك اللي اقترحت علي الخدمة قال لي غادي تخدمي معنا في الريستو وقد نعطوك بيت فلوتيل واذا بغتي غادي نعطوك الويكند باش انك يتمشي في العاصمة اذا عندك شغالات انك تقضي يوم تماما حيث يكون عندي مواعيد مع الطباء ديالولدي كنت كنت نتبع عليه على جميع الاعضاء وكل طبيب كان بوحده درجة الولدي صباح شهور وانا مازال كنت اكتبه سامي في اسميته ولكن والوالو واحد لوقتها حسيت بشي اعراض وكأنني حاملة قلت هل سامي بلي الاعراض اللي فيها رماشي طبيعية شريت تاسته جربته وقلت القطرة حاملة للمرة الثانية جاءتني الصدمة قلت لي كيف سوف نديره دابة قال لي انتي ولي بغتي تخليه بغتي تخليه بغتي تحيده حيده انا حالة ولدي وحالتي الحالية ما كتسمحش لي انني نكون حاملة لانه من قدرش نهتم بولدي مشيت عن الطبيبة اللي انا معها والقناب اللي انا وذاك البيبي عنده اسبوع ونص سولتني واش نخليه قلت لي هلا لانه اعاود سيزاريان وما زال ما براتش واحتمال انه تمزق لي كرشي وعندي ولد اللي هو مريض اللي خصوه واحدة الريحة اللي هي رهيبة حيدد ذاك البيبي وبقيت انو سامي على علاقة وبقيت كانت نفيه انه يدير الولد في اسميته وما اعرف شوش من راسي ولا شوش غاباء ولا حب لم يبقيت صبرة تل واحد من نهار سنترطق عليه ونجمع عليه القديمه الجديد ما خليش ليه وعيرته وقلت لي بلي انا انا من سهلش هذا الشيء وبلي حتى انا انسانة مرأة من حقي انا ينقص في داري ونربي ولدي وما خصوه شي تربى عند الناس انا اللي خاص نقابله وحتاج لي انا اكثر حاجة لماذا لا تكريش ليه دار وتصرف عليها وتقابل ولدي واذا رقيت فرصة خدمة خفيفة نحاول بها لا نقول لا ولكن كي نخرج نخدم النهار كامل وولدي كي تربى عند الناس ارى منكار عضي الميدا قل ليه لما نقدرش لانه القورية حاضية ليه الفلس اللي تدخل وتخرج واذا شفت بلي انا انا اصرف على شي حد سيتشك ويتقلب ويتلقى كنتيام والنهار عبتي شما يا قوت لم يخايف على راسي ولكن خايف عليك وعليش خايف علي اخويا بالسلامة لانه تقدر تقاديك تقدر تدليك مشكلة ليه كبير انت اللي خاف على راسك حيث انا ما دير الشي غلط انا ولدي وولدك وانت اللي خنتي هان نهار الاول ماشي انا وانت اصلا لو كان مشينا القانون وهضرنا غلقه وباللي انا وهاد الاول اللي هو مريض محتاج للرعاية وكي يبقى هو الاول عادكت جيحيتنا احنا من بعد حيث خاصنا نعطيه الاولويه هو الاول تعصبت عليه بزاف ما نكذبش عليكم عائرته وغوتت عليه وما خليت في غير اللي نسيت ومن هنا ما تليش بغى انا نشوف كمارتك وما بقيتش لا محتاج ليك ولا انت محتاج ليه اصلا انا في الاساس عائلتي وقلت لي انك راكمتي وما تليش ما زال بغى نزيد هذا الموضوع فوق من راسي هذا بصير في حالك ما بغيتش اسميتك ولكن احقل عليها سامي سيأتي واحد الوقت اللي ستطلبه فيه و ستعطيه ليه وبالزز منك ولكن ماشي دابا حيث اهم من هذا الشيء كامل حاليا هي الحالة الصحية دي الولدي من بعد سيأتي المحكمة و سيأتي التحاليل و كل شيء سيكون بالقانون و سيزز منك حبس معاه و قلت لي الله يسهل عليك وبقيت مسبعة غير الحالة دي الولدي حيث كانت اهم حاجة من نسبة ليه حيث الاطباء من بعد شرحوا ليه لانه عنده واحد جهة فليصر من راسه منتضرره بزاف و شبه مقتوله بسبب ذلك النازيف اللي كان وقع عليه هو بيبي و زيادة على هذا عنده ما في الراس و قالوا لي بلي انهم ما غاديش نديروا ليه ووالو غادي نخليه من هنا ست شهور نشوف ما غادي يوقع عليه و من ست شهور العام عاوساني شو غادي يوقع عليه و من هنا العامين و من هنا الخمس سنين يعني غايب قاوم تبعي الحالة ديالو باش يشوفوا تطور اللي هو يوقع عليه من بعد الشيء كامل بقيت مركز على حالته ولكن ما كانش ليوقف معي و اللي وريني اضطريت انا نكمل ست سنين باش انا ندفع الوراق ديالي نسيت ما كملت لكم على الموضوع انت اختي حياتش بالنسبة لي كان حتى هو دور كبير انه يظهرني في قلبي من بعد ما جريت على سامي اختي رجعت المغرب دوت لي ماما و قالت لي سير يشوف اختك و هزي ولدك و سيري لعندها ماما اراه انا اللي ولد و انا اللي درت العملية و في الطبيعي بدلي انا و اختي يلتها الزوري ذاتها و رجلها و يجي لعندي يطلع ليه و تبارك ليه ماشي انا اللي غالي ينطلع بهذه الحالة اللي فيها انا ولكن الام ديالي اللي يهديها بقى تبززع ليه و تقول ليه را اختك اولى ارى رجلها و يتحكم فيها و لا يتعاملش معها مزيان و اختك را ارى محتاجة لك اعفك سيري شوفيها و اخا الله ينعل الشيطان هذيك اختي ما عندي ماندير ازيت ولدي و امشيت و امشيت عندي اختي و اطليت عليها و قدرت معها سلاة رحم اقسم لكم بالله اذا مشيت غير علاق بالماما باش انا ما تقلقش و ما تمردش حيتش فيها السكان و ما نقدرش نتحمل القلق ديالها مشيت و انا مجبورة غير باش نفرح ماما ولكن انا ما ما قدرتش و ما استحملتش و ما قادراش نسامح لها بقيت مرة مرة كان مشي عندها فوق من خاطري دار والدي عام و ذكلي حيد ميلادي خير انا و اياه الراس ف الراس تشي حد ما شفنا ولا وقف معانا ولا يطفي معنا ذيك الشميع اختي عمرها ما عرفت حتى تضاري فين انا سكنة و ديمتا نقول مع راسي شينهار غدي نصبح ميتة ما كيش اللي غدي عرفني و انا كنحسب راسي يتيمة و ما عندي تشي حد اذا صيبتش حاجة ديالش مناسبة تقولي اجي خوضيها و قلت لها وش معيتيش وش ما تقدرش تهزي ولادك و تجد شوفي اختك و تسولي عليها و تعرفيه الحالة ديالها و شنضارها بكيت و كشكشت و ما نكذبش عليكم هاديك كانت اخر حاجة بلوكيتها حاجة حاجة فعلا هاد الموضوع حكي حرقني في قلبي بكيت مزيان و شنشقت بالبكاء و الديدار عامين و كلك مرة كنمشي كندير لي راديوهات و سكانيرات ما كيش اللي سول علمنا انا و كل شي عارف كنحس بلي انا و امسوني و بحيلة ما بقاش عندهم اختهم من غير ماما و اختي الكبيرة بو احدهم اللي كيبان و اللي انا و مهتمين بالامر ديالي خديت قرار باش انا ما نزيدش نحمق راسي بعلاقتي مع اختي ما نكذبش عليكم كنخلص خمسميات الاورو نص مليون باش يشدوا يا ولدي و يتهلوا لي فيه انا كنخدم و كان دمان غير باش هو يكون مرتاح و ما يضربوش و ما يغوتوش عليه حيش شوامسكين للمشكي اللي عنده فراسه مخصوش يبكي ولا يتعصب ولا توقع ليش المضاعفات تخيلوا بعيه كملت خمس سنين في هاد البلاد و دويز مع المحامية و اعطتني امال بلي انه مدام عندي التوسي بلي انه ولدي كان مريض و افكرشي هاد النقطة غادي نتلبو بها الوراق حيش كنتسمى بلي انني ام ديال طفل اللي هو مريض و عندي اديلة بلي انه خمس سنين و انا هنا يعني غا تكون شاء الله سهلة الدعوة طلبت لي المحامية ميتين اورو باش انها تبدالي التوسي تفتحو لي و في كل حصة اغامدة كنعطاها بشوية بشوية حتى نكمل لها و قسم بالله حتى كنخدم انا ذاك كل نهار و مكنت قدرة انا نجمع ذاك ميتين اورو باش ان نبدأ مع المحامية كل مرة تخرج لي شيء حاجة كان شريب بوسيت لانا والدي ما زال ما تمشيش مزيان و هو قرر بيكمل تلتين و امتبع عليه عندي لكوش عندي الحليب عندي المصرف عندي المربية عندي الترانسبور عندي الكرة عندي التليفون و زيد و زيد كل شهر كنقول بلي انه هاد المرة غادي نوفر ولكن ما كنش قادرة من بعد غادي تجيني الخبار من عند بعض الناس اللي عارفين بلي انني كنت مع سامي بلي انا واحد البنت كانت كنت خدم في واحد القهوة بنت اللي هي اوروبية الجنسية حاملة منو انا قلت ماشي شغلي سخو هذا حتى اطلقنا الظروف و اضحض النهار و انا جاي قطع الشريع و هو كان في الجهة المعاكسة وقفني و قال لي السلام سلام قلت لي بغيتني تناظر معك راني سمعت واحد الاظره و شو بالصح بقى كي حلفيا بلي انه لا من بعد انا كانت اكلي و في دماغي بلي انه راب الصح ديك الهدراكينة قلت لي حيتش بالصح بغيتك و ما بغيتش نخلق ليك مشكل في حياتك ولكن غين نخليك هذي في بالك كون اكيد بلي انه مليون في المية غادي تدكلاري بيك هذيك خيتي و مناش رحمتك انا هي ما غجيش ترحمك و خليتوزت في حالي هذي قبل 6 شهور كتقولي يا يقوت بلي انه هذي يقصي وهذي يحكيتي و ما زال مسالات حتى نشوفه ربي شنو عديدير انا عندي ايمان كبير و متأكده بلي انا ربي مخبع ليشي حاجة غادي تريحني و بلي هذي شي كله غير ابتلاء و انا عارفة بلي انا ربي ما كيبتلي الا و كيحب العبد ولله الحمد كتقول بلي انا وحكيت لكم هذي الحكاية باش نقول لكم بلي ان انا ندرت بزاف جال حويج اللي هما غلطة في حياتي بغيت من الناس يستفدو مش ندرس من العلاقات السامة و بلي اذا امنت بربي رفعلا ما تيخلكش اذا لاحتوا انه من البداية القصة ديالي ذاك شري دوز في حياتي هو غير مقياس للصبر ديالي من نهر اللي توجت و شنو اللي داد عليا تعلمت انني نصبر و نكون قوية و يكون عندي امل في الحياة و خاء هيك تعطينا شي حويج لهم مقباحين ولكن هذا كو القدر ديالنا انا الحمد لله ما محتاجه حتى شي حد و والدي باقي صغير ما تعرف والو مكرتش انه بباهي سجله و يسهل علي الطريق ولكن لغالب الله انا في مخطط المستقبلي انا نقض دراقي و ناخد الكارت ديال سجور ديالي و نقض امور ولدي و اكيد ما غاجيش نسمح في حقو و غادي ياخد اسمي تباه بزز منه اما عائلتي كلها عارفة بلي انه سامي مات و ما حسيس بلي انه بحيلة عارفة الحقيقة واحد نهار قتلي واحد الكلمة اللي شارتلي فيها بلي انه عارفة شي حاجة كيف قلتلكم هذا كان كلام يقود ستشي ست شهور قبل من بعد اشهور غادي يجي سامي البلاسة فين انا خدامه و حاول انه يدوي معايا صفت له مساج باش انا نتلقوه في بلاسة واحد اخرى و نحلو المشاكين اللي بيناتنا ولكن كتشفت بلي انه ذيك اللي كانت حملة منه و ولدت وليد و وقف معها مشا معها السبيطار يعني ذاك شي اللي انا كنت منتظرة منه ما داروش معايا و دارو معها بقى في الحال و اخديت قرار من بعد ما كنت في صراع نفسي كبير باش انني ما نزيدش نعطيه فرصة ولا ندوي معاه و سنكمل طريق بلابه الجديد انتع يقوت مؤخرا اللي اعطتو لي من بعد الشهور ما حكت لي الحكاية ديلها انا اخذت الدار حلق بلي انا و ولدي و اخا غاليا شوية ولكن اهم حاجة انني اشري راحتي و راني خدامه و كانت انا الجواب انتع طلب اللي درت باش انا هون بدا في الوراق و ولدي سجلته في المدراسة و درت لي طلب باش انا و يكون معاه مرافقة يومية انا مرة مرة و انا نحس براسي بلي انا نعيت و انا وضع امر طبيعي توحشت البلاد و عائلتي و انا نحس بالوحدانية سترى واحد الجديد مؤخرا انه فادر مدان سلطة الراحم مع اختي صلحت معاه المبادرة كانت جات من عندي اخيرا هي ستأتي عندي الطار و فرحت بهم و كل شي داز مزيان و علاقتي بها اليوم و اليوم لحد الساعة مزيانة و للحمد سمحنا على الماضي اعتدرت لي و كأنه حتى شي حاجة ما واقعاش حيث تقاع البنات كنت اعتبرهم صحاباتي و فقط نوعا ما من قلبها و بديت كنفهم باللي انا في هذه الحياة ما لازمش انه كل شي عرف تفاصيل حياتك قطعت علاقتي مع الجنس الاخر حيثش مبقاش هم مني هاد الامر ولكن صدمة الكبيرة انه ديما كنت تلقى فيه الطبايع ديال الدريب حتى الاواخر رمضان فاش مشي تنجيبه من عند النونو دياله و لقيت باللي انا و عنده احد طبعه ديالت تترفيقها في وجه سيدة اللي كتقابله طرشاته صورتها و درت السرتيفيقه و لقيت باللي انه ماشي اول مرة و لديك يتضرب و عنده امارات واحد اخرين في الحموق ولكن جاتني في رمضان و على اساس انها مرة كبيرة حدي دعيتها الله تحجر جاتلي باللي انه بغى تشرب ليه الدوح و شداته بصباحه بشي بشي باش خلات ليه لطراس ولكن فاش ماشيت عن الطباب قالوا لي باللي انه هدي ضربه سجلت في المدرسة و اموري الحمد لله استقررت و كانت تخلص مزيان و ارتحيت بزاف و ببات والدي ما تليش بغى ندوي معاه و اختي جري من مرايا ولكن تعلمت من لي فات شكرا لكل من عاش معايا في تفاصيل حياتي انا بغيتكم تحسبوها انها ايجابية و نهاية ديلها الحمد لله انا و انا اليوم متستقرة و بالربي ما كيتخلاش على العباد ديله اللي تدقوا بابه بغيت نشكر من كل قلبي ذاك المغربي اللي كنت خدام عنده في المرشي و دق بابي ما سانيش اعطاني واحد البركة و عمر لي بغيت نشكر الاختي الكبير اللي هيته و امروحي و اللي قلت لها كتوقف معايا فيه و خب عدالية انا ما تنقوش لكم باللي انا قوية اليوم ولكن كنقولكم باللي انا خاصكم تكونوا اقوية الضربة اللي ما كانت قتلك كاست قويك وهذه يا سادة الكرام كانت حكاية يا قوتو يا لعامي المسلسل كيف قال بزاف منكم حكاية من واقع مجتمعنا للمغربين المحر خليس عليكم بتفاصيل هذا الشيء باش كانت طويلة لانه كنتم محتاجة باللي انا كنين بزاف دي الاغلاط اللي كان فاش نصحوهم باخطاء و احد اخرين كان قدروا نصحب علينا الحياة فاش ما كان كتافيوش بالدات ديالناو و ما كان كتافيوش بالحياة اللي عندناو بالخير اللي احنا كنعيشوا به كان قدروا نوصله اللي وصلت ليه يا قوت اليوم الحمدلل انا نهاية هزوينا و ارضات بذك الشيء اللي كتب ليه الله ولكن لو كان اللام من الشيطان لو كان بقات في بلادها اللي كانت المغرب و بمشاريع دياله و بمشاريع دياله و امورها هنية ما كانت شي ممكن غات تعيش هادشي اللي عاشوا اليوم في بلاده الناس لانا كانت مرتاحة في بلادها ولكن كل شي فيه خير احنا اليوم كيف قلتوو في التعليق تعلمنا عبار كبيرة بغيتكم انكم انتبخيوش عليها بالتعليق وتخليوليها شي دعاء ولا شي كلام جميل لانا اخوة قلبها عليها و اكد لكم والله شاهد على ما اقول باللي انه في كل لحظة كانت كتحكي لي يا اوديو من الاوديوهات اللي كانوا فيه ساعات و ساعات كانت كتحكيهم يا اما هي في الطبس يا اما هي في البلاسة فين كتخدم يا اما هي غادية في الطريق و كتنهج اكدت باللي انه فعلا الوقت اللي تحك فيه راسع ما عنداش امسانة دمارة امسانة بالف رجل ما عنده ما يتسرك يا قوت كملي في حياتك ربي غاد يصير لك الامور مدام انتي متفائلة غايكون ان شاء الله خير دمتم في رعاية الله و حفظ انت لقابة غدا ان شاء الله في حكاية جديدة عبرة جديدة سلام سلام